السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء العزاء معاكم الدكتور عبدالعزيز حسين واستاذ ورئيس قسم الفيسيولوجيا الطبية طب المنصورة اه ان شاء الله هنبدأ معاكم او هبدأ معاكم الكورس الجديد اه هبدأ بما يسمى بيه البلد فيسيولوج تعالوا نتعرف النهاردة ان شاء الله على المحاضرة بتاعتنا هنتكلم فيه المحاضرة بتاعتنا النهاردة على تعريف البلد يعني كلمة بلد و نورمال فوليوم بتاعه او الحجم الطبيعي بالنسبة للعضل تعديه النقطة التانية هنتكلم على الوظيفة العامة او بتاعت البلد وبعد كده هنتكلم على بتاعت البلد وهنعرف ان البلد مع بعض النهاردة ان شاء الله ان هو بارة عن جزئين جزء فلاويد اسمه بلازما وجزء سيلز بيسموه اللي هي البلد سيلز وهنتكلم على اول سيلز فيهم اللي هي بيسموها الريد بلد كوربا سيلز او كرات الدم الحمرة تعالوا مع بعض كده نفهم او نتعرف يعني ايه كلمة بلد او يعني ايه كلمة او يعني ايه مصطلع البلد اللي هو الدم يا البلد كلنا عارفين هو عبارة عن كومبليكس ريديش فلاويد كلمة ريديش فلاويد يعني معناها سائل لونه احمر مش سائل عادي وانما سائل مركب يعني مركب بمعنى مش بيتكون فقط من فلاويدز لأ ده بيتكون من فلاويدز وبيتكون من مين من سيلز من خلايا ايه؟ هذا الفلاويد هذا الكمبليكس ريديش فلاويد يعني بيلف بيستمرار كونتينيوسلي 裏 اللي هو الجهاز الدوري تايب البلد ده اللي هو موجه جوة الكاردوباسكولار سيستيم او السيفي اس اللي هو بيتكون من من Critical luminauia دموية بيتكون من هذا الكاردوباسكولار سيستيم او هذا البلد اسف حجمه دي نورمالي الحجم بتاعنا بالنسبة له انسان وزنه 70 كيلو يمثل 8% من وزنه يعني حضرتك بتتكلم على 5.6 من 10 لتر تقريب يبقى حجم الدم في انسان وزنه 70 كيلو ماشي حوالي 8% من وزنه او 5.6 من 10 لتر طبعا الحجم بتاع الدم بيختلف حسب السن وبختلف حسب الوزن معه في يعني بيختلف من الوزن بيختلف زي منتركوا حسب الوزن وحسب كمان السن يعني دايما مثلا اطفال الصغيرين اللي هما لسه مولدين بيبقى حجم الدم عندهم حوالي 90 ملي لكل كيلو جرام بكلمة 90 ملي لكل كيلو جرام يعني لو الطفل مولود 3 كيلو جرام او 3.5 كيلو جرام 3 في 90 بتتكلم على 270 يعني حضرتك بتتكلم على 300 ملي او 350 ملي دول حجم الدم في الطفل اللي لسه مولود لكن في الانسان البالغ زي مولتلك اللي هو وزنه 70 كيلو بتتكلم على 5.6 ملي لتر طب تعالنا نتعرف مع بعض كده هي ايه هي general function او الوظائف العامة بالنسبة ليه البلد الوظائف العامة للبلد هي كتير جدا جدا ولو دخلنا في كل مكون من مكونات او كل انصر من عناصر البلد هنتكلم على كتب كبيرة بس انا بنلخص البلد الى او general function بتاعة البلد لتلاتة general function ليه تلاتة general function الشباب لانه هو اول حاجة واهم ما يميز البلد انه هو برعا ما يسمى بفلاود فلاود يعني يعني سائل والسائل ده سهل جدا جدا انتقاله ما بين اورجان للتاني يعني سهل وينتقل من اورجان لأورجان وينتقل من سيستم لسيستم هينتقل من الكبد بتاعنا الى الالب او هينتقل من الرئاتين للانسجة بتاعتي هينتقل من الجهاز الهضمي اللي مثلا هي للانسجة بتاعتي وهكذا ادمه بينتقل من مكان لمكاني باول وظيفة بالنسبة له هي transport transport من الجهاز زي الاكسجين والكاربون داوكسايد ما بين الانسجة بتاعتي التشو وما بين مين اللانج اللي هي الرئاتينية بين النيوترينس اللي هي المواد الغذائية والمواد الغذائية هنا هينالها من الديجستف سيستم من الجهاز الهضمي الى الاماكن الاخرى الموجودة في جسمنا مش فقط لغير هينال الهورمونز اللي هي الهورمونات من ما يسمى بي الاندوكراي انجلاند او اللي هي الغذائي الصماء هينالها لبقية اجزاء من جسم الانسان هينال الويست вторودك اللي هي المخلفات بتاعتنا هينالها من أماكن اللي هو الانتاج بتاعتها اللي هي خلايا جسم الانسان مختلفة الى الاتزكريتوري سيستم اللي هي الأجهزة الاخراجية زي الكاليا وغيرها دا بالنسبة لي اول وظيفة بالنسبى لنا اللي هي عبارة عن الوظيفة التانية هي يعني بينظم بينظم مين? وطبعا كلمة ممكن نقول عليها مصطلح تاني اسمه ايه? ما معنى كلمة ان هي تحافظ على الثبات البيئة الداخلية. تحافظ على بتاعتها. تحافظ على تحافظ على دي مهمة جدا. ازاي الكلام ده? كل ده هتكلم او هنتكلم عليه في اجزاء او مكونات قادمة ان شاء الله بازن الله. من دور البلوت برضو عملية البروتكشن الحماية. الحماية ضد مين? الحماية ضد المايكرو ارجانيزمس اللي هي المقربات الدقيقة. والغزو بتاعها اللي ممكن يحصل لجسم الانسان. زي البكتيريا والفيروسات وكل المايكروبس وي وكلام ده كله. طبعا بيقوم بعملية الحماية عن طريق اللي هي كرات الدم البيضة والانتيبادز اللي هي الاجسام المضادة. بالاضافة الى ان هو بيحميني ضد البلوت لوس. يعني كلمة ضد البلوت لوس جاء ضد فقدان الدم. وفقدان الدم اللي هو طبعا عشان احمد ضد فقدان الدم يبقى انا محتاج اللي هي تجلط مين الدم او تخصر الدم. ده باختصار اللي هم التلات وظيف الاساسيين بتاعت اللي هو البلوت. تعال نتكلم على مكونات الدم. الدم بيكون من مكونين اتنين اساسيين البلازمة اللي هو بلازمة الدم اللي هو الفليود زي ما انتم شايفين. والجزء التاني اللي هو عبارة عن بلوت سيلز. البلازمة كفليود يمثل اكتر من خمسة وخمسين في المية من حجم الدم. والبلوت سيلز تمثل مين? تمثل خمسة واربعين في المية. وزي ما قلنا ان هي ريت بلوت سيلز وويت بلوت سيلز وي بلاتليتس كمان. اللي هي الصفايح مين الدموي. فدي بنسبة لي اللي هو المكونات الاساسية للدم. تعال نشوف البلوت مرة تانية. زي ما احنا قلنا من شوية. البلوت بيكون من فليود بارت والسيل بارت. الفليود بارت ففتي فايف بيرسنت خمسة في المية. والسيلولار بارت فورتي فايف بيرسنت اللي هو ايه خمسة واربعين في المية. والسيلولار بارت ده ار بي سيز ويت بي سيز وبليتلتس ريت بلوت كوربا سيلز ويت بلوت سيلز وبليتلتس. النهاردة في محاضرتنا النهاردة يا شباب. هنتكلم على اول مكون عندك من مكونات الدم اللي هو البلازمة. وهنتكلم على اجزاء ونتكلم بتاعته. وهنتكلم على اول مكون من مكونات الخلايا عندي اللي هي الريد بلاد سيلز او اللي هو الار بي سيز وهنتكلم على وظيفة تعالوا نتكلم ونشوف دي صورة هتبين لك ازاي بناخد عينة من دم الايه من الوريد من الفين بتاعت الشخص ونحطها في انبوبا وبعد كده بنعمل لها ايه طبعا لازم الانبوبا ديت او التستيوب دي يكون عليها مادة انتيكواجلاند وبعد كده بحطها في سنترفيوش عشان افصلها او افصل الدم لمكونات الاساسية بتاعته البلازما وبعد كده السيلز التانية اللي هي اللي هي اللايه البلاتلتس والويت بلاد سيلز والار بي سيز بتبقى اتقالهم فبتنزل تحت في البوتم او في قاع من التستيوب اه البلاد سيلز زي ما انتم عارفين عبارة عن اللي هي الصفايا الدموية ودي اجسام صغيرة هنتکلم عليهم فيما بعد الويت بلاد سيلز ودي عبارة عن خمس انواع زي ما حضرتكو شايفين كده نيتروفيل ويزينوفيل وبيزوفيل وليمفوسايتس ومونوسايتس والاربي سيز ده نوع واحد بس اللي هي كرات الدم من مين؟ كرات الدم الحمر تعال نتكلم على اول عنصر عندك من عناصر الدم تعال نتكلم على اول عنصر من عناصر الدم اللي هو عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن البلازما البلازما تعريفا هو عبارة عن clear fluid سائل شفاف in which blood cells are suspended بتبقى خلايا الدم suspended او معلقة مع فيه هذا اللي هي فيها السائل طب السائل ده بيكون من ايه؟ بيكوى من 90% منه او 90% منه عبارة عن موتر و 10% منه عبارة عن مين عبارة عن سوليدز اللي هي بيسموها اللي هي المواد الصلبة والمواد الصلبة والمواد الصلبة عندنا نوعين اورجانيك وين اورجانيك اورجانيك اللي هي المواد العضوية وين اورجانيك اللي هي المواد غير عضوية المواد العضوية اللي هي الارجانيك 9% ودول بلازما بروتين اللي هي 7% واثر اورجانيك اللي هم الاثنين في المئة البائيين زي اليورية كيراتينين والغلوكوز والفايتامين وغيره لكن المواد الغير عضوية اللي هي واحد في المئة تقريبا بيبقى كاتاينز بتبقى ايونات موجبة زي السوديوم والبوتاسيوم او ايونات سالبة زي الكلور والبيكارب وحكذا فدي بالنسبة لي اللي هي مكونات البلازمة زي ما بقول دي مكونات مين مكونات البلازمة لو جيت بسيط لي الرقم واكبر رقم موجود عندك في مكونات او الكونستيتونس او المين كونستيتونس طبعا بتاعة البلازمة بعد المية بعد الووتر هو هتلاقي البلازمة بروتين وعشان كده اهم المكون عندك في البلازمة هو البلازمة بروتين تعالوا نتعرف على بروتينات البلازمة ونتعرف على الكونسنتريشنز بتاعتها ونتعرف على الماء بتاعتها ونتعرف على وظيفها ايه بالزبط اللي هي البلازمة بروتين تعالوا نبدأ مع بعض كده يا شباب ونتكلم على اللي هو البلازمة بروتين البلازمة بروتين اول حاجة هتكلم عليها الconcentrations بانا لسه قيل من شوية 7% 7% يعني معناها 7 جرام لكل 100 ميلي وال7 ده متوسط يعني ما بين 6 جرام الى 8 جرام في كل 100 ميلي او في الديسي لتر زي ما بيسموها ده تركيزها ده تركيز البلازما سوري ده تركيز البلازما بروتين معزرة هل البلازما بروتين هي بلازما بروتين يعني هو بروتين واحد بس ولا بروتين يعني اكتر من نوع الانواع بتاعته الانواع بتاعته يا شباب هم ممكن نقول اربع انواع اساسية البومين و جلوبيلين فيبرينوجين وبروثرومبين ما تنساش البومين مش جلوبيلين لانه اكتر منه الفا اللي هو منه 1 و 2 وبيتا منه 1 و 2 وفيه جاما كمان الكونسنتريشن او اكتر هم تركيزا من 3.5 جرام هو البومين وراء الجلوبيلينز 2.7 من 10 وراء الفايبرينوجين من 2 و 4 من 10 سوريا من 2 من 10 الاربعة من 10 والبروثرومبين 16 من 100 من الجرام في الديسي لتر في الميت ميل ده بالنسبة لانواع البلازما بروتينز اللي بيسموها الميجور تايبز بتاعت البلازما بروتين او الانواع الاساسية طب البلازما بروتين ما هي اماكن تصنيع بروتينات البلازما البروتينات بتاعت البلازما بتصنع فيه مكانين اتنين يا شباب المكان الاول اللي هو الليفر او الكبد بتاعنا والكبد مسؤول عن تصنيع الالبومين والفايبرينوجين والبروثرومبين وخمسين في المية من الجلوبلين اللي هما ايه الالفا والبيتا بس مش الجامع وطبعا مشاكل الكبد كتيرة يعني دايما معظم ايه مرضى الكبد زي ما نقول دلوقتي مشاكل الليفر مشكلتهم ان هما بيعانوا من نقص الابومين والالبومين ده بيقل معاه بيقل معاه الضغط الاسموزي بتاعت البلازما فبيخلي الفلاويد يبتدي يتحرك من داخل من داخل الى الخارج وعشان كده بيدخن فيه ايديمة وهكذا ايديمة دي اللي هي التورم يعني كلمة ايديمة معناها تورم يعني رجلي بتتورم او بطن مثلا بتكبر بيحصل فيها استسأة وهكذا ده بالنسبة لي اللي هو الليفر المكان التاني اسمه اللي هي الانسجة الليمفاوية الانسجة الليمفاوية زي الكبد والسبيلين والبونمار والليمفنودز دول هيتصنع فيهم الجزء الاخير بالنسبة لي الجلوبلين اللي بيسموه جاما جلوبلين عن طريق خلايا كده هنتكلم عنيها المحاضرة اللي جاية اسمها بلازما سيلز اللي هي او الشكل الناشط يا شباب من البي لمفوسايت من البي لمفوسايت فدي بتصنع اللي هي البلازما سيلز دي بتصنع النوع الاخير من جلوبلين اسمه جاما جلوبلين اللي هو مصر خمسين في المية من جلوبلين زي ما بيقوله اللي بيسموه الانتي بادي او اي جي جي اميونو جلوبلين زي ما بيقوله يبقى دي الاماكن اللي بيصنع فيها بروتينات البلازما تعالى نتكلم على الفونشنز بتاعة البلازما بروتي رؤيتنا البلازما بروتي فونشنز احنا بنسمها الى قسمين اتنين يا شباب القسم الاولاني القسم الاولاني بيسموه عندنا القسم الاولاني بيسموه عندنا بيسموه عندنا بمعنى كلمة specific specific معناها انه بتؤدى بنوع معين من البلازما بروتي لما اجب اقول لك الاسموتك براجل Dh Antonio بتاعة البلازمة معمول بمين هتقول لي معمول بالألبومين مش معمول بالبروثرومبن ولا الفايبرونجين ولا غير تمام طب الاسموتك براجل ده انا نستعيل علي من شوية هو اساسي الى الحفاظ على حجم البلازمة ثابت لان هو بيسحب السائل من بين الخلايا اللي بيسموا الانترستيشن ورجع تاني جوا الشعارات الدموية بتاعته عشان كده الاسموتك براجل ده مهم لي الحفاظ على عجم البلازمة كلمة defense يعني دفاع عن طريق ما يسمى بي اللي هي الجامة globulin هي نوع من بيدفيند زي ما يقوله كده بالدافع ضد مين هي دية الانتيبادي او الاكسام المضادة اللي انا نتكلم عليها المحاضرة اللي جاي ان شاء الله بذناء اللي هو بيسموها الجامة globulin النوع التالت اسمه الوظيفة التالتة اللي هي الفيسكوستي او اللي زوجها بتاعت الدم وتتعامل بالفايبرانوجين ما ينفعش اقول ان الفيسكوستي بيعملها الالبومن ولا ينفع اقول الديفنس بيعملها الالبومن وانما الديفنس بيعملها الجامة globulin والفيسكوست بيعملها الفايبرانوجي مش بس كده اللي هو تجلط الدم بيعملوا عامل التجلط وعمل التجلط منها اللي هي البروثرومبين والفايبرانوجي دول اسمهم specific specific يعني يعني تؤدى به النوع ده من البلازما وروتين طب والنان specific النان specific يا شباب يعني زي مثلا تتعمل باي نوع منهم وكلمة معناها ان هي بتشتغل بتنوترالايز يعني بتعادل اي ماش قادد لمين قادد لبلد مش حناليست عالين من شوية ان من ضمن وظائف البلد هي ليه لان البلد جواه والبفرز اللي جواه والبفرز اللي جواه زي ما اتفعنا جزء منها بروتينات البلازما فده بوفرينج فونشن البوفرينج فونشن ده تتعامل بقى بالأزمو سوري بالعلبومين تتعامل بالجلوبلين بالفايبرانوجين اي ان كان النوع التالت او اللي هي الوظيفة رقم 6 اللي بتعتبر رقم 2 بالنسبة لنان specific اسمها carrier function بتكاري طب البلازما وروتين بتشيل ايه بتشيل فيتامينز بتشيل ليبتز بتشيل مينرالز زي الحديد من اماكن معينة توديها الاماكن تانية وعشان كده بتمنع اللوص بتاعة المواد دي وفقدان المواد دي في اليورين زي ما بيقوم ريجوليشن ليه الكابيلر برمابيليتي يعني معناها بتنظم نفاذية الشعارات الدموية ازاي شباب ريجوليات الكابيلر برمابيليتي بتيجي الكابيلري بيبقى جواها او الجدار الشعارات الدموية بيبقى جواه بورس بورس يعني ايه الثقوب الثقوب ديك بيتم اغلاقها بالbalasma protein بيتم اغلاقها بالbalasma protein اوكي فبيقلل البرمابيليتي بتاعت مين بتاعت الكابيلر زي ما بسه مش بس كده بيكاري الكربون دايكسايد كلمة الكربون دايكسايد بيكاريج الكربون دايكسايد يعني بيشيل ثاني وسيد الكربون زيه زي الكري اللي هي رقم 6 فديد بالنسبالي اسمها non specific functional non specific function دي بتؤدى بأي نوع من أنواع البلازما بروتين ده بالنسبة ليه البلازما بروتين أنا تكلمت على أول عنصر دلوقتي اللي هو من مكونات الدم اللي هو عبارة عن البلازما النوع الثاني اسمه Red Blood Corpuscles أو Red Blood Cells أو اللي هو الاربسيز تعال نتكلم مع بعض كده في كرات الدم الحمرة وخلي بالك أنا بقول Corpuscles يعني كرات وليست Cells هي فعلاً كرة وليست خلية أول حاجة هتكلم عليها في الاريسروسيتك كاونت في الاريسروسيتك كاونت عدد خلايا الدم أو قرات الدم الحمرة في الميل من 5 إلى 5.5 مليون في المليمتر المكعب والفي ميل من 4.5 إلى 5 مليون في المليمتر المكعب الأطفال حديثي الولادة من 6 إلى 8 مليون والأطفال اللي هم بيسموهم الأطفال اللي هم بيسموها عند الـ school age ما بين 5 سنين إلى 12 سنة والـ old age بيقل عندهم الـ RBCs count من 3.5 إلى 4.5 والناس اللي بتعيش في في المرتفعات العرية عندهم الـ RBCs بتاعتهم بتزيد عندهم الـ RBCs بتاعتهم بتزيد فده بالنسبة لي ده بالنسبة لي اللي هو العدد بتاعة الـ RBCs زي مسموه لو بصينا للأرقام اللي قدامنا هلاقي إن الـ count في الميل أكبر من مين؟ من الفيميل والـ count في الـ newborn والـ living person أعلى من الناس اللي هم الـ old age طب ليه العدد في الميل أعلى من الفيميل؟ عشان دي حاجة مرتبطة به اللي هو الـ hormones وهنتكلم عليها الحاجة التانية اللي هو الـ newborn ليه الأطفال حديثي الولادة؟ وكلمة newborn مصطلح مصول به اللي هم الأطفال اللي هم هي شباب الأطفال اللي هم أول أربع أسابيع من بعد الولادة دول ببعادة قرات الدم الحمرة فيها عندهم كبيرة قوي تقريبا بتتكلم من 6 إلى 8 مليون في المليمتر المكعب في المليمتر المكعب لأن الطفل في آخر أيام حياته كجنين كجنين هو في بطن أمه بيعاني من حاجة اسمها هايبوكسيا كلمة هايبوكسيا ناص هيه؟ ناص الوكسوجين ناص الوكسوجين ده بيعوضه يعوض بزيادة فيه انتاج قرات الدم الحمرة تعالي نتكلم على الكاركترز بتاعتها والشكل بتاعها زي ما حضرتك شايف كده هي سيركلر يعني دائرية نون نيوكليتد ما فيش فها نواة بايكون كيف يعني مقعارة الجانبين فده شكلها تعالي نتكلم على الاستراكشور بتاعها هي كرة أو خالية يعني مش تروسلز وإنما كوربسلز لأن ما فيش فها نيوكلي مش بس كده فيها سلمين برين والسلمين برين ده بيمتاز به ان هو بلاستيك سيمي بيرمو بلاستيك يعني مارينيا وليست مطاطية اللي هو لارج سيرفيس ارياس بساعة سطحة بتاعته كبيرة جدا معاه يعني عكبر وعشان كده بيخلي شكل الخلية بايكون كيف وهنتكلم على الكلام ده دلوقتي طب جواها ايه الكونتينت اللي جواها 34% من حجم قرات الدم الحمرة يا شباب عبارة عن هيموجلوبين ده المين كونستاتواند موجود هو الاساس بالاضافة الى انزيم كده معين موجود جوا خلايا الدم الحمرة او قرات الدم الحمرة اسمه كربونيك انهيدريز انزيم ده بيساعد فيه عملية نقل ساني اكسيد الكربون طبعا مفيش فا ميتو كوندريا وعشان كده هي بتاخد الانيرج بتاعتها من عملية اسمها او اللي هو الاكسادة اللاهوائي طب تعال هنبدأ بالنقطة المهمة جدا بالنسبة لنا في اللي هي الفانكشونز بتاعتها ايه هي وظائف قرات الدم الحمرة لو قلنا هنقول اربع وظائف الوظيفة الاولى مرتبطة بالسلمنبرين والوظيفة التانية مرتبطة بالاموغلوبين والتالتة مرتبطة ب اللي هو اللزوجة بتاعت الدم اللزوجة بتاعت الدم تعال نشوف كده مع بعض الوظيف دي جينرالي عبارة عنه اول وظيفة عندك اللي هي عبارة عن الفانكشون بتاعت السلمنبرين السلمنبرين له large surface area مساعد صحتها كبيرة جدا اكبر من حجم الخلية الفعليا وعشان كده بتابع الاربيسيس بتاعتك بايكون كيف بتاخد شكل المقاعر او مقاعر الجانبين وده بيسمح به تبادل الغازات بسهولة جدا 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 ده شكلها هوت مقاعر الجانبين بيسمح به تبادل الغازات عبر السلمنبرين عشان surface area كبيرة مش بس كده بلاستيك وبلاستيك يعني مارين يعني بيزاعد فيه الفلكسابيلتي والمرونة بيساعد فيه اه ان الاربيسيس توب امارينة معه اللواء الفلكسابيلتي بتاعتها فده بيقلو الاربيسيس توبي سكويزد ان هي تتعثر جوه الاسمول كابيلاري وذوة رابشر يعني بدون اي فرعات فيها بدون اي اي رابشرز فيها مش بس كده اه من ضمن وظائفة السلمنبرين انه بيحافظ على معا بيحافظ على اه المحتوى اللو بيسمون هيموجلوبين جوه من جوه الاربيسيس وبيبنع اللوص بتاعه في اليون يعني بيحافظ على ان الهيموجلوبين كاهم عنصر موجود عندنا بيحافظ عليه جوه الاربيسيس وبيبنع اللوص بتاعه في اليون ليه لان لو حصل للهيموجلوبين في الجلومرولاي اللي هي الشوائرات الدموية بتاعت الكالية ده بيعمل ويقفلها ويدخن في او فشل كلوي حد طيب العنصر التاني بتاعك اللي هو الهيموجلوبين الهيموجلوبين وظيفته ايه رقم واحد ترانسبورت للأكسوشن منين اللي منين من التشو لللانج سوري من اللانج للتشو رقم اتنين ترانسبورت لسانوكسي الكربون تبنين اللي منين اللي منين يا شباب من التشو من التشو لللانج بمساعدة الانزيم بتاعنا اللي بيسموه كربونيك انهايدريز انزين الهيموجلوبين الهيموجلوبين نفسه اكسلنت بيشتعل كاكسلنت اسيد بيز بافر يعني بيشتعل كاكسلنت يعني برضو من ضمن البافر اللي هو موجودة في الدم بتحافظ على البي اتش زي زي البلازما بروتين اللي هو الهيموجلوبين فدي الفانشن بتاعة الهيموجلوبين الوظيفة رقم تلاتة ده خاصة بالكربونيك انهايدريز والكربونيك انهايدريز ده بيساعد في نقل سينوسي الكربون والوظيفة الاخيرة في الدم او في الاربيسيز معزرة ان هي حاجة اسمها البلد فيسكوستي او لزوجة الدم لزوجة الدم ازاي اللزوجة بتاعة الدم بتتعمل بحاجتين البلازما بروتين واهم واحد فيهم الفايبرينوجين ورقم اتنين ورقم اتنين فيهم يا شباب اللي هو الاربيسيز وده بتساعد في لزوجة الدم وبتحافظ على ضغط الدم الشرياني او الارتيري فده بالنسبالي اللي هو وظيف قرات الدم الحمرة انا اتكلمت وقلت انها اربع وظيف وظيفة للسيرمنبرين وظيفة للهيموجلوبين والكربونيك انهايدريز والوظيفة الاخيرة اللي هي لزوجة الدم زي ما بقول الهيموجلوبين كعنصر كلمتين سوائرين عليه هو ايرن كونتينين جريد بيجمنت بيجمنت اللي هو احمر موجودة جوه وقلات الدم الحمرة بتتكون من ويبولببطايد اه طبعا تركيزها وكميتها بتعتمد على كمية الاربسيز وشان جدت لو كمية عالية شوية في الميل وقلية لها شوية في الفميل وفي النيبورنة عالية وفي الالتشيلدرين قلية مش قضيتنا تعالوا نتكلم على قبل ما نتكلم على اخر نقطة في الاربسيز اللي هي الاريسرو الاريسرو بييسيز بتاع الاربسيز تعالوا نتكلم على ما يسمى باللايف اسم بتاعتها فترة الامر بتاعتها فترة الامر بالنسبة لاي خلية من خلية كرات الدم اه كرات الدم الحمراء مية واشرين يوم يعني احوالي اربع شهور في الاربع شهور دول هي طبعا بتتصنع في البنمار وتمشي في الدم بتوات مية واشرين يوم وبعد كده في خلية كده اسمها ماكروفاج بتتخلص منها موجودة فين موجودة بقى في الاسبالين في الطحال موجودة في الليفر موجودة في مش مهم الاسم يعني مهمة بتتاخد بخلية كده معينة ويكسرها الهيموجلوبين ويطلع الهيموجلوبين يكسر الهيموجلوبين جلوبين اللي هي مادة الصفرة بتنزل في البايل في الوسارة الصفراوية والحديد بيرجع تاني وعادي استخدامه وطبعا بي اه مع الحديد اللي بيمتصم والفايتامينز والمجموعة ديت يقعد استخدامها مرة تانية في تصنيع كرات الدم الحمرة. ده بتاعة الاربيسيز. تعال بقى نتكلم على موضوعنا الاريسرو بيسيز. الاريسرو بيسيز يا شباب هي كلمة من كوانة من مقطعين. اريسرو بيسيز. اريسرو يعني معنى احمر بيسيز يعني فورميشن. يعني عملية انتاج كرات دم حمرة جديدة. اماكنها ايه? بتبقى في الريد بون مارو. انه هو نخاع العظام اللي لونه احمر. مبدئيا لو انا بتكلم على يعني اول اسابيع من حياة الجنين في بطن امه بتكمي في حاجة اسمها اليوكساك الكيس السفار زي ما بيسموه. في الميدل ترايماستر بتاعت الجيستيشنز في التلات شهور اللي في النص بتاعت الجيستيشنز او الحمل بقى في الليفر والسبيلين والليمفنون. في اللاست ترايماستر اللي هو اخر اه ثلاث شهور في الحمل. معي? معي? وحتى بعد الولادة كمان للأدلت بيبقى في الريد بون مارو والريد بون مارو موجود في كل العظم بتاعه. بعد عشرين سنة بيبقى الريد بون مارو موجود بس في زي زي اللي هو الجمجمة زي زي اللي هي اللي هي اللي هي الحوت وزي الريبس الضلوع واحد كسا والفرتبرا الكولم اللي هو اللي هي العمود الفقر دي الاماكن اللي بيبقى فيها ريت بون مارو لكن في كلمة واحدة بس قول لي بس ان الاماكن تصنيعهم هو ريت بون مارو ايه العوامل اللي بتأثر على تصنيع كلات الدم الحمرة هم اربع عوامل تعال نشوفهم كده تيشو اكسوجينيشن هلسي اورجن هورمونز وي ضايت تعال نتكلم على واحد واحد بالكلمتين التيشو اكسوجينيشن معناها كمية الاكسوجين الموجودة في التيشو لو قال لي كمية الاكسوجين في التيشو مشكلة اسمها هايبوكسيا ده بتحصل في الهاي اتيتيوز او في الهيموريج او في الناس اللي هم الاثيليت الرياضيين اللي بيبقى النيتز بتاعتهم بتاعتهم احتياجهم الاكسوجين عالي او بيحصلين الهايبوكسيا استيموليت خروج هورمون اسمه ايريسروبيوتين بتطلع تسعين في المية منه من الكيدني وعشرة في المية منه من الليفر طبعا ده الاريسروبيوتين ده بيزود الاربيسيس فورميش مش بس كده الاريسروبيوتين بيروح على البون مارو بيزود استيموليت العلامة دي معناها استيموليت الترانسفير اللي بتاعت الاستيمسل اللي هي الخلالة الجزعية اللي موجودة في البون مارو الى ما يسمى بي برو ايريسروبيوتين والايريسروبيوتين اللي هو الايبو اللي هو الكلمة ايبو ده ايريسروبيوتين اخسر لي ايريسروبيوتين اكسل ريت يعني بيصرع كل المراحل بتاعت بتاعت الماتيور اربيسيز من ما يسمى بي البرو ايريسروبيوتين ما يسمى بي البرو ايريسروبيوتين يعني النتيجة في النهاية ان الاريسوبيوتين ده بيصنع او بيزود انتهى كرات الدم الحامل الهلسي بون مارو هو ده المصنع بتاعت مين بتاعت الاربيسيز فلو حضرتك عملت للبون مارو بدراجز برادياشنز بكانسرز بسرطان باي حاجة من حاجات ده كلها هيتوقف كل مكونات خلايا الدم ويديني نوع من الانيمية اللي بيسموها بلاستيك مين بسمها بلاستيك انيم النوع التاني اسمه الهيلسي ليفر الهيلسي ليفر اللي هو الكبد السليمي نفس الكلام الكبد مهم في تصنع كرات الدم الحمرة لانه بيخزن الحديد ويخزن فيتامين بي 12 وبيكون الجلوبين بارد بتاعت الهمو adopt وبيكون 10% وبيصنع 10% من الاريسوبيوتين الهرمونات الهرمونات الاساسية الثيورايد والكورتزون الجلوكوكورتوكويتس والاندروجين الثيورايد والكورتزون اللي تنبط بيزود الميتابوليزم بتاعت не знаю متابولизم بتاعت البون ماروسيلز والأندروجين بيزود المتابولизم برضه بتاعت البون ماروسيلز لكن بيزود خروج هرمون الالتروبيوتين اللي هنستألينا مين شوية ولما يزود eaie خروج الالتروبيوتين ده بيزود الاربي سيز وده اللي بيخلي عدد قرات الدم الحمر عند الفيميل عند الميل لانه ده هرمونات الذكورة عند الميل اعلى من الفيميل الضايت او العوامل الغزائية العوامل الغذائية بتشمل البروتينات وخصوصا اللي هي القيمة الحيوية بتاعتها عالية بتحتوى على استنشل أماين واسسز كتير وده موجودة بقى في الليفر والكيدني والمصز وده بتبقى أساسية لعملية الإيريسرو بيس زيان المينيرالز اللي هي المعادن والمينيرالز هنا أو المعادن هنا تمام الايرن اللي هو الحديد ده مهم جدا لتكوين الهيموغلوبين الكبر معاه اللي هو النحاس ده بيشتغل كوفاكتور في تصنيع الهيموغلوبين هو وي الكوبلت يعني الكبر والكوبلت بيشتغل كوفاكتور في الهيموغلوبين سنسز زي ممسموه الويتامينز اللي هي الفيتامينز مهمة جدا ليه كل الويتامينز جنرالي مهمة ليه الإيريسرو بيسز بس بيت ناشر والفوليك أسد والفيتامينس يم بس بيت ناشر والفوليك أسد مهمين جدا لعملية الماتيوريشن الانضاج وعشان كده نقصهم ده يعمل فيلير ويديني نوع من الانيمية اسمها ميجالوبلاستيك مين اسمها ميجالوبلاستيك انيمي اسمها ميجالوبلاستيك انيمي ابناء العزاء زي ما بقول اخر موضوع اللي هو تعريفا هو رقم اتنين السايد بتاعتها هو الريد البون مارو بتشمل رقم واحد من خلال هرمون رقم اتنين اللي هو او بعض الهرمونات زي زي الاندرجنز والثيرويد رقم تلاتة ورقم اربعة اللي هو عندنا اللي هو اللي هو والبون مارو اشكركم كتير جدا جدا ابناء العزاء واشوفكم في محاضرات سابقة ان شاء الله بازن الله ونتقابل على خير في محاضرة تانية نتقابل على خير في محاضرة تانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته